وانعوز اشجع الكنيسة الكنيسة انه تمارس الصلاة تمارس الصلاة من اجل خلاص النفوس تمارس الصلاة من اجل قوة الرب تظهر من خلال المواهب العديدة في الكنيسة ومن هذه المواهب شفاء المرضى بل حتى في رسالة يعقوب في شفاء عن طريق المسحة اسمع ما يقول رسول يعقوب من خلال عمل الكنيسة المحلية امريضا احد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب مكتوب وان كان قد فعل خطية تغفر له هذا الشفاء بكل بساطة ان الكنيسة مثل ما مكتوب في مرقص اسحاح 6 ان التلاميذ كانوا يمسحوا بالزيت المرضى ويصلوا وكانت المرضى تشفى رجع كررها الرسول يعقوب اذا في اي مريض في اي كنيسة الكنيسة تمارس سلطانها وتمارس حضور يسوع في الكنيسة وتبتدى تصلي وبتعرف اذا انت بتآمن ان الرب بيشفي الرب رح يشفي اذا انت بتآمن ان الرب رح يخلص رح يخلص وإلا احبائي شو المشكلة اليوم اللي احنا منشوفها في كنايس معدودة على الاصابع وعم بيتآتلوا وعم بينقسموا وعم عم في جداعي نفضح حالنا على التلفزيون بس للأسف هاي ظاهرة وباء موجود بالذات بين العرب مشان هيك احبائي الشفاء ان الكنيسة تستخدم هذا السلطان الشفاء عن طريق الغفران كتير مرات احنا ما منشوف قوة الله بسبب عدم الغفران بتعرفوا في رسالة يعقوب مكتوب اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السموات وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات أيضا زلاتكم تعرفوا حبائي في سفر أيوب مكتوب ورد الرب سبي أيوب بعد ما صلى يعني بعد ما غفر لأصدقائه والرب رد لأيوب ضعف يعني كل اللي خسروا من كل الممتلكات الرب باركوا بطول الأيام وباركوا بضعف من الكل اللي عنده الرب وعد أنه أعود لكم عن كل السنين اللي أكلها الجراد والرب يسوع قال في القراءة اللي قرأتها وأكرز بسنة الرب المقبولة سنة اليبيل سنة الاسترداد سنة الاسترجاع فالله بيسترد كل مسلوب من حياتنا كل مسلوب سلب الشيطان من حياتنا الله بيسترده فالله وعد في هذا الشيء وأنا بصلي اليوم أنه إذا أنت فعلا مضروب ماديا مضروب في الأعمال السحرية مضروب في أمراض وفي عيلتك الناس عم بتموت في سن مبكر الرب يوقف هذا الوباء ويوقف اليوم يكسر كل لعنة وتتحول إلى بركة وبصلي اليوم أنه الرب يسترد كل مسلوب في حياتك وبصلي أنه الرب يعودك أضعاف وتبتدي تشوف الخير وتشوف البركة في حياتك